أهلا بكم الجديد مشاهدينا اليوم في حلقة البيت للكلوة نحن نتحدث عن المسرح يسعدنا أن نستضيف أحد الألقامات الكبيرة شيخ من شيوخ المسرح المصري والعربي المؤرخ المسرحي الدكتور عمر دوارة مساء الخير أهلا ومرحبا بك معنا في بيت الكل مساء الخير وأهلا بك وبالأخوة زملاء وكل الأخوة المشاهدين هناك كثير سعداء بوجودك معنا اليوم في بيت الكل حتى نسمع عنها تجربة الغنية خصوصا من حضرتك وأنت تمثل شيء كبير في هذا المجال والبداية ستكون مع تزامن بدايات المسرح العربي بالشكل الحالي المعاصر مع بداية المسرح المصري في جمهورة مصر العربية لا هو الحقيقة لا يوجد تزامن المسرح العربي كبداية تاريخية بدأ الأول طبعا في بيروت ماروني نقاش بيروت 1848 بعدي مباشرة في سوريا طبعا ما أقول مباشرة برغم من السنوات الطويلة لأن كان وسائل الاتصال مش زي النهاردة طبعا ما كانش فيها موبايلات ولا تليفونات وكان الانتقال بالفرس وحاجات كده يعني والجمال فكان صعب جدا ما فيش سبعا وسائل الاتصال ف1865 في سوريا أبو خيل الأباني مصر الحقيقة بدأت 1870 بفضل يعقوب صنوعة تجربته استمرت سنتين فقط لأنه بعد كده اختلف مع الخدوي لكن مهم جدا نقول إنه كلمة ريادة لها شقين شق التاريخي إنه بدأ في الأول ماروني نقاش 1848 لما قدم العرض بتاعه قدام الفيلا بتاعته أو قدام الأصل بتاعه اللي هو تحول إيكلة كنيسة بعد ذلك والتأثير المستمر التأثير المستمر الحقيقة كان في مصر لأن تجربة ماروني نقاش وأبو خيل الأباني وقدت فورا من خلال الرجعية اللي شكوا للسلطان العثماني وأجهد التجربتين واستمرت فقط شهور لكن كان لما رؤون نقاش فضل إنه أخوه نقوله نشتغل معاه نقوله نقاش ثم ابن شقيقه سليم نقاش كان له دور مهم جدا جدا لما وقفت التجربة في مصر 1872 يعني يعبس النوع من سبين إلى 72 بعد أربع سنين بالزبط وصل سليم نقاش لمصر ومنذ ذلك التاريخ 1876 لم يتوقف في المصرح المصري إلى الآن وخرج من المصرح المصري فرقه المختلفة إلى كل أرجاء الوطن العربي فاستطاعوا ينقلوا مرة تانية الفن المصرحي ويقدم له جمهور مختلف الحقيقة فيه مصطلح أحيانا منقوله في المصرح المصري أنا شايف مصطلح خطأ بيقولوا الفرق الشامية على أساس النسليم نقاش كان مفهوض يجي 1875 بعد تجربة يعقوب صنوع طبعا يعقوب صنوع كان تجربة مصرية 100% وكان هو مؤلف ومخرج هو يهودي مصري ووالده كان إيطالي ووالدته مصرية وكان بقدم عروضه تأليف وأخراج وتمثيل وبيدرب أيضا وكان أول من قدم المرأة في المصرح العربي بشكل عام ليزا وماتيلدا بنتين في ملجأ أيتام وكان معلمهم الإراءة والكتابة والتمسيل لكن المهم اللي عايز أقوله أنه إسليم نقاش تجربته لم تستمر في مصر إلا ثلاث شهور فقط على أساس أنه كان قديب إسحق وهذا كاتب مهم وصحبي فأقناعوا أن المصرح متعب ولسه هنأكد وجودنا في وسط الجمهور المصري فإحنا الأسهل نعمل صحافة فكان هما نزلوا إسكندرية وقدموا عرضه مناجحة جدا في إسكندرية تحولوا إلى الصحافة وسافر إيته ليوسف خياط ليوسف خياط الحقيقة لما اعتمد على مجموعة من الهواية المصريين والديكور والأزياء وتعامل مصريين بيقدم على أرض مصرية لجمهوره مصري بيقدم له نصوص تتفق معاه استمرت بقى الفرق بعد كده يعني يوسف خياط 1887 بعد كده 81 سليمان حداد 82 سليمان قرداحي المفاجأة بقى 1884 وصل أبو خليل أباني في سوريا التي أجهدت تجربته وهو كان ملحن وكاتب وصل إلى مصر لما اكتشف لي فيه جمهور مصري وأن فيه مصرح بينجح في مصر فقدم أهم فرقة أبو خليل أباني وبعث كانتر فرح اللي استقلب فرقته 1881 أوصل بقى بسرعة إلى 1905 بداية أول فرقة مصرية 100% سلامة حجازي 1905 طيب أنا حرجع تاني إلى 1870 سيما حضرتك قلت وزي ما ذكرت كده يعقوب صنوع وأبو النضارة هو نفسه هو نفسه قدم 30 عرض مصرحي متنوع تراجدي بقى وحكايات وقوميدي جاب منين الموضوعات؟ يعني الموضوعات أكتر الموضوعات وقتها اللي كان بيحب الجمهور يتفرج عليها حسو الجمهور ما عندوش حاجة يعني اللي عنده زاعة ولا تلفزيون ولا حاجة فمتعتش أنه يتفاعل فإيه كان بيكلم الجمهور يقوله إيه؟ الحقيقة كان متنوع جدا وفيه نص بعنوان ليلة كان قدمه له تلميزه أو صديقه محمد عبد الفتاح ده النص الوحيد يمكن أن يتكتب لكن يعقوب صنوعته كمؤلف وكمدرب وكمخرج كان مهم جدا اختلف مع الخديوي نعرف برضو بيقدم إيه؟ قدم نص اجتماعي بعنوان الدرتين والخديوي زعل جدا خديوي اسماعيل كان مجوز أكتر من سيدة فناده في وسط الاستراحة بين النصين وقال له إذا كنت أنت مش قادر تتجوز أكتر من واحدة وما عندكش هذه القدرة ما تتريقش ولا تسخر من اللي بتتجوز أكتر من واحدة فكان يعقوب صنوعه بيتكلم في ظاهرة اجتماعية إن إزاي بعنده زوجة واحدة كان مقدم نص بعنوان الحرية والوطن نص سياسي بينتقد فيها الديكتاتورية أنا عايز أرجع لنقطة مهمة قوي حيك تفضلت بيها اللواء الدول العربية احنا نكناش نعرف كلمة سوريا ولبنان والأردن والفلسين بلاد الشام بلاد الشام وكلها واحد احنا كلنا كنا تابع الحكم العثمان فكان الحدود مفتوحة كلنا كنا واحد واحد وبالتالي الغاية النهاردة الحمد لله المسرح بالذات متصل المسرح اتعرف في الدول العربية من خلال إيه؟ إذا كان جالنا سليم نقاش 1876 وكان مفهودي 75 لكن لو لا التعاون أخروا عام كان في مصر في طانب فترة دي حنقول إنه الفرق الأخرى اللي خرجت بقى من مصر وقدمت عروضها في الدول العربية جورج أبيض سلامة حجازي سليم وأمين عطالة وذول المهمين أوي حقول حادثة مهمة نجيب رحاني علي الكسار فاطمة رجدي كل الفرق دي قدمت عروضها في الدول العربية مختلفة سواء في المشرق أو في المغرب يعني قدموا برضه في تونس وفي مغرب فعملوا جمهور كبير جدا عربي واؤسسوا فرق طب دي طور بنان على خبرتك وأنت يعني الخبرة الكبيرة والواسعة في هذا المجال أعرق المسارح العربية أكثرها زخما واللي أنت شخصيا تحرص على متابعتها على دوان أنا إلى الآن الحقيقة باعتز جدا جدا بالمسرح القومي المسرح القومي المصري بوصفه أولا هو القلعة الحصينة أنا ليه كتاب بعنوان منرد فكر والإبداع ده عنوان الكتاب المسرح القومي في ميزة مهمة جدا أولا هو كدار عرض اتبنى ألف تسعمية وعشرين إعادة بناءه يعني هو اتبنى في ألف تنمية وسبعين لكن أعيد مرة أخرى بخلال طلعت حرب هذا الرائد الأملاق بنى المسرح مرة أخرى ألف تسعمية وعشرين وأهدا إلى فرقة أولاد عكاشا فبالتالي استمر المسرح من ألف تسعمية وعشرين إلى اليوم اتجدد أكتر من مرة لكن الأهم بقى الفرقة المسرحية اللي هي الفرقة المسرح القومي كفرقة اتأسست ألف تسعمية وخمسة وثلاثين وكان أول مدير لها خاليل مطران هذا الشعر العرب الكبير طبعا وهو من الشام أيضا من عام ٢٢٠ الفرقة أتأسست ٥٥ أخذت هذا الدار فمن ٢٢٠ إلى النهاردة هذا مقر الفرقة المسرح القومي أنا ليه بقول المسرح القومي أعرق فرقة لأنه هو الحقيقة المسرح القومي أول فرقة حكومية في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط كله أول فرقة تموّلها الدولة وتؤسسها الدولة ويبقى تابع الدولة النهاردة طبعا في فرقة أخرى في فرقة الوطنية في القومية في العراق على سبيل المثال في فرقة كثيرة جدا موجودة ودعم من الدولة لكن فرقة المسرح القومي أصبح النهاردة تاريخ من ١٩٣٥ كتأسيس فرقة يعني بعيدا عن الدار ١٩٥٥ إذا النهاردة إحنا تاريخ تاريخ واعتقد أن في عراقة أنه أقدم نصوص عالمية جدا في خمس مخرجين أجانب أخرجوا المسرح القومي أقدم نجوم كبار جدا أخذوا أوصمة الدولة وتكرموا في كل الدولة العربية فأعتقد هو ده أعرق مسرح وليس شوفونية خالص نحن نحكي عن أعرق مسرح وبرضو منحكي عن عراقة الفكر الآن ليه متأخذ فكرة عند الجمهور المعاصر الآن بأنه المسرح مرتبط بالكوميديا الصارخة رغم هاي الفكرة السائدة عند الجمهور المعاصر سواء كانت يعني الصارخة اجتماعيا سياسيا فكاهيا وما إلى ذلك رغم أنه على الجهة المقابلة الأخرى إحنا منعتبر بأنه جمهور المسرح هو الجمهور الراقي فكريا اللي وصل لمرحلة من الرقي الفكري والثقافي والعمق في الفكر تسمحولي يتكلم بصراحة؟ بصراحة طبعا طبعا الحقيقة إحنا عندنا تنوع كبير جدا في المسرح وفي مصر بالذات فيه عروض استمرت 8 سنوات وأكتر من 8 سنوات إذا كان عاد الإمام بيقدم الكوميديا على مدى 8 سنوات وأكثر سواء في سيد الشغال أو شاهد ما شافش حاجة أو بوديجارد في الآخر في المقابل وفي الزعيم طبعا في المقابل يحل فخراني قدم الملك لير أكتر من 8 سنين في مصرح الدولة 8 سنين ثم يبقى دام هذا الوقت حاليا صحيح إحنا للأسف الإعلام بيسلط على شكل واحد من المصرحيات بمعنى إحنا في المصرح القومي أنتك ددرة ومصر رسين ومخرج فرنسي قدم أنتونيو كلباترا بير لاجوس مخرجي إنجليزي قدم حاملات القرابين قدم مصرحيات لكبار كتابنا ألف فرج وسعدي دين وهبة ونعمال عشور ومثل الرومان ومحمود دياب عندنا عروض محترمة جدا أكيد أنا بس عايزة اختلف مع حضرتك اختلاف فني يعني أنا من الناس اللي شفت مسرح كتير مسرح؟ مسرح كتير في مصر يعني طبعا ورغم زي ما حضرتك قلت إنه المصرح الكوميدية أو النص الكوميدي الناس بتحبه بشكل عام على مدى سنوات كتيرة جدا لكن ده ما قللش أبدا أن كان عندنا عروض وأزيعت على الإعلام أو التلفزيون أزع على شاشة التلفزيون إحنا شفنا هاملات وشفنا عطيل وشفنا سكة السلامة وشفنا حاجات كتير قوي حلوة ومن خلال كنوز مصلحية أو بعض البراني أو مسبله زمان يعني شفنا حاجات مأخوذة من الأدب وشفنا حاجات دي بقى فكرة ما هو هو الإعلام يزيع ما ينتجه يعني ما يتم إنتاجه في المصرح يزيع شفنا أعمال من المصرح الطليعة يعني قليل جدا قليل جدا يعني في الصهرة وفي التلفزيون وفي المشاهدة الكبيرة جدا في الأعياد كلها مصرحات كوميدية المكررة معلش بس يمكن ده بطلب برضو من الجمهور لكن شفنا حاجات كتير إحنا اللي عودنا الجمهور على كتير شفنا حاجات كتير بس عايزة أقول حاجة تانية ما نقدرش نقول إنه ما كانش عندنا احنا شفنا ده عندنا طبعا وعايزة أقول النقطة تانية أهمة طبعا شفنا ده بس عايزة أقول سيدة المصرح العربي ساميح اليوب أطل الله عمرها آه طبعا لها في أرشيف التلفزيون نصحات رائعة كبيرة جدا ما تلاته ساحة كويس وعايزة أقول النقطة تانية أنا مش ضد الكوميديا بالمناسبة طبعا أنا مع الكوميديا محمد صحي أيوة طبعا مع كوميديا نجي برحاني ففيه كوميديا محترمة جدا مع كوميديا عمينا أمراهيم طبعا عمينا أمراهيم مقدمة مصرحيات مهمة جدا معروف الإسكافي وطبع حاجات كتير وده ما ده لأنا بقول لحضرتك طبعا إحنا تفرجنا على موضوعات كتير متنوعة مرة فسط مين ومختلفة فيمكن لأنه الأعياد والمناسبات حسب المناسبات مثل الحيات اللي ليها موضوعات عايزة ثقل يعني هذا جنب هذا حوار مستمر وساخن ومعلومات قيمة أيضا دكتور عمر ولكن مشاهدينا اسمح لنا بهذا الفاصل ومن بعده نعود إن شاء الله تعتبر التجربة المسرحية الفلسطينية من التجارب اللي بتستحق الدراسة والتعمق فيها لأنه حملت في بذورها نوع من العصامية كونها تعرضت لعزل إثر الاحتلال الإسرائيلي في عام 67 وإثر النقبة الفلسطينية عام 48 وما لحقها من تدمير لكل مناحي الحياة الفلسطينية اجتماعيا وثقافيا وواواواواوا لكن لو بدنا نحكي عن الفترة الممتدة ما بعد نكسة عام 67 الحقيقة نستطيع أن نقول أن التجربة الفلسطينية التجربة المسرحية الفلسطينية شكلت ذراع من أضرع المقاومة أنا لا أشك كأحد رواد الحركة المسرحية ما بعد 67 بسنوات أنه كان الحافز والدافع الأساسي لانطلاق كثير من التجارب المسرحية والكثير من تأسيس الفرق المسرحية وتقديم المسرحيات والعروض المسرحية كانت دافع المقاومة المقاومة يقال وهذا للتاريخ أنه كان خليل شهين أعتقد أول من عمل عرض مسرحي في القدس بعد حرب 67 وكان جزء مهم جدا للنقابات في دعم المسرح وإقامة الفرق المسرحية فكانت نقابة الحددين على سبيل المثال وأذكر مثلا هزيمة الشيطان المسرحية لقبلها كمان اسمها الطريد لنقابة الحددين وغيرها من النقابات وإذا كنا نريد أن نتحدث عن تاريخ الحركة المسرحية ما قبل 67 يعني قبل نكبة عام 48 وضياع فلسطين وإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين كان هناك نشاطات مسرحية حقيقة لا تقل جمالا ولا عطاء ولا عددا وفنا عن باقي حواضر العرب فكانت يافى على سبيل المثال والقدس وحيفا ونابلس وبيت لحم أحيانا مثلها مثل حواضر العرب الثقافية كبغداد والقاهرة وبيروت ودمشق هذا تقريبا بالمجمل لكن إن سرنا إلى الأمام نرى أن المسرح الفلسطيني خطى خطوات عظيمة قلنا إثر هذا رفضه بكوادر متعلمة وكوادر مجربة وخاضت التجارب مسرحية مع دول أجنبية أو في دول أجنبية وفي دول عربية فصار المسرح الفلسطيني بشكل أو بآخر يبتعد عن الشعاراتية ويهتم بمنتهى الموضوعية للمسرح وركائزه وأركانه من طبعا عناصر جمالية مختلفة بعد اتفاق أوسلو هناك أمر جميل حصل أمر جميل جدا الحقيقة إنه فتح لنا الأبواب على مصرعيها للعروض في الدول العربية الأعمال المسرحية الفلسطينية الحالية طبعا تتروح بين الجيد جدا وحتى الجميل جدا 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 والذي ينافس في المسارح العربية والعالمية ولكنه قليل جدا نرحب بكم من جديد مشاهدينا في حلقة هذا المساء من بيت الكل ونرحب أيضا بدكتور عمر مسارغير من جديد دكتور شرفنا مرة أخرى بوجودك وإذا ما تحدثنا عن المسارح العربية أو المسرح العربي وكيف برز هذا المسرح كنوع من الفن في الوطن العربي وكما النجوم عندما نتحدث عن نجوم المسرح العربي مين هما اللي ممكن نستذكرهم في هذه الحلقة كرواد في هذا المجال لا لو كلامت عن المسرح العربي بشكل عام هتكلم كتير جدا مكافونيش حلقة عايزين حلقة لكل بلد بسبب أنا الحمد لله بعتز أني ليا 102 رحلة مسرحية في الوطن العربي في كل الدول العربية في المسرح كل مغرب وفي دول مثل الجزائر مثل الإمارات مثل كويت زورتهم أكتر من 11 مرة مثلا طبعا زورت سوريا وزورت الأردن وأكتر مرة وقرمت بعدد كبير من المهرجانات وأيضا شاركت كل لجنة التحكيم فشفت عروض كثيرة جدا أصدقاء مسرحين في كل الوطن العربي أنا كان ليا كتاب مهم جدا اسمه المهرجانات المسرحية العربية بين الواقع والطبوحات تغطيت فيه بسرعة أهم المهرجانات المسرحية العربية وبالمناسبة عدد كبير جدا من المشاهدين ما يعرفش أن أول مهرجان عربي في المسرح كان في دمشق سنة 69 كان بفضل حقيقة اتحاد الفنانين بقيادة الرائد الكبير الكاتب سعدين وحبة وهو ساعدها فضل وقال مش لازم نعمله في قاهرة قاهرة فيها نشطة كتير فنعمله في سوريا ونجح جدا مهرجان دمشق من 69 تاني مهرجان كان كارتاج أيام كارتاج المسرحية المستمر طبعا إلى الآن في 82 أنا حضرت مهرجانات وطنية كثيرة في الوطن العربي لكن أعتقد طبعا دمشق وكارتاج وصم بغداد مهرجانات كبيرة ثم القاهرة التجريبي طبعا من أول تأمين وثمانين كان من أهم المهرجانات قلت ما أقولها مهمة جدا الحقيقة قلت أنه العراق بلد المخرجين أو وطن المخرجين في المسرح وسوريا هي وطن المؤلفين وتونس باطن السينغرافيا لبنان وفلسطين عندهم ميزة مهمة جدا أنهم الحكواتي والفلسطيني عنده قدرة في الحكواتي الفلسطيني يكسب الجمهور ويتواصل بدءا من أطفال إلى الكبار وعنده قدرة على الارتجال وقدرة على التواصل ويقدم الكوميديا للصغار والكبار فالحكواتي الفلسطيني إلى الآن محتفظ بالموروث بشكل هايل الأردن عندهم قدرة خطيرة جدا وأنا بحزهم قوي وأنا عندي علاقة مع أفريقة التقوس ومع أفريقة المسح حر وعزمتهم ورحت لهم وتكرمت هناك والحج الأردن بلد أندهش المبرحة عندهم قدرة على إدارة أكبر عدد ممكن من المهرجانات ومتنوعة مهرجان المسح حر ومهرجان التقوس ومهرجان تلاقي فيه تنوع في المهرجانات إدارة المهرجانات شطرة جدا في توقفين المهرجانات طيب على خشبة المسرح أرود هيلة أنا عندي مجد القصص بحب تجربتها جزء مجد القصص صحيح طبعا وغنام طبعا هو أساسا برضو في تجربته في أردن وعلي عاليان ولأ ممكن أقولك أسامي كبيرة جدا والجيل اللي قبله نبيل نجم وأقولك حاتم السيد طبعا رائد وهاني صنوبر رحمه الله لأ وقمر الصفدي لأ بصي موسوعة ماشاء الله أنا الحمد على فكرة الحمد لله لو كان طالب في فنون مصرحية ما يدخلش أبدا مش هينجح طب هقولي بقى سؤال ما سألتوش بيازم كنت جاوب بقى طبو مصر لأ أنا هلسة كنت حاسة على الحضر عارفة بقى مصر في إيه تفضل بصراحة الجمهور احنا البلد العربي الوحيد تميز مصر في الجمهور احنا البلد العربي الوحيد اللي ممكن تلاقيه في 366 يوم في السنة كل يوم في 5-6 عروض على الأقل أقولك مصرح الدولة عندي 3-4 عروض مصرح خطاع خاص عندي 3-4 عروض مصرح الأقليم عندي مصرح الجمع عندي مصرح ملاك الشباب عندي مصرح القرية مصرح القرية كل المسارح شغالة هلأ أني أقوله جمهور إيش جمهور ليه بقى؟ الرحبنية الفرقة الكبيرة قوي دي لا تستطيع أن تقدم الأوبريت أكثر من 15 يوم تكلفة كبيرة جداً لو ما فيش جمهور أنا عندي يقدر الجمهوري بـ 8 سنين فالجمهور الكبير قوي ده التعداد ورضو فكرة التعداد وعادة الزهاد إلى المصر يعني اللي هما اللي هما النهاردة جمهور ثلاثة مليون يعني يشتغلوا خدوا المصرح ثلاث سور الثلاثة مليون تانين وراهم وعايز أقول حاجة الحقيقة تحيّد روح رائدنا زكتوري مات طبعاً لما اهتم في العشرينيات من القرن الماضي بالمصرح المدرسي أنا أعدت معها أكثر من مرة وقال جملة مهمة جداً قال أنا مش مهتم بالمصرح المدرسي لا لا اكتشاف مواهب أنا أكتشاف منهم موسلين وأن كنت موظف موسلين على فكرة تلعوا المصرح المدرسي ولا أن أثقافهم فقط أنا عايز أغرس عادة الزهاب إلى المصرح داخل النشأ والنشأ لما بيجي لفمصرح الأطفال أو مصرح العرائس هجيب مع الأسرة طيب أنا عايز أرجع لحضرتك لموضوعات المصرح يعني خليني أقول مثلاً عندنا هنا لانا وخميس كل طلبة معهد فنون مسرحية هتلاقي دايماً مشروعات التخرج ما بين الأدب العالمي والأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي يعني هتلاقي الطلبة مثلاً بيقدموا شكسبير بيقدموا مثلاً هاملت بيقدموا كمان حاجات زي مثلاً لوميزيرابل الفرنسية بيقدموا عطيل يعني كل الروايات الأدبية العالمية تقدم فيه مشروعات للطلبة وبالتالي هتلاقي مثلاً حدي مثلاً ليه فنان الكبير محمد صبح وهو طالب قدم هاملة وعندما أصبح فنان قدم هاملة يعني إذن هي برضو بتؤثر كثيرا جدا في الطلبة وعلى خشبة المسرح المصري روايات عالمية كثيرة ظهرت بالنسبة للمعهد لو كلمنا على المعهد بالتحديد هو عنده مهرجانين كل سنة مهرجان المسرح العالمي وعنده أيضا مهرجان المسرح العربي وبيقدم مؤلفات عربية مشاعات تخرج ما بين نصوص عربية وعلى الكبير جدا نصوص عربية ونصوص عالمية فالتنين موجودين الحقيقة لكن عايزة أقول المهمة قوي إن إحنا من خلال المسرح المصري الحديث أو المسرح العربي الحديث اعتبرنا على الترجمة فترة طويلة ولذلك أنا دايما أرى إن في خلط أو اختلاط ما بين المصطلحات الفنية في هذا المجال إحنا عندنا الحقيقة تبقى لمراحل الإبداع أربع مراحل ممكن نقول كده بسرعة الترجمة ثم التعريب ثم التنصير ثم الاقتباس كان طبيعي إن إحنا نبدأ بالترجمة والترجمة طبعا هي ترجمة درامية وكان تبقى صعوبة جدا لما نترجم عروض شكسبير أو نصوص شكسبير على أساس أنها شعرة أساسا فتبقى صعبة في الترجمة ثم التعريب إنه بيحاول يقرب البيئة الغربية إلى البيئة العربية يغير أسامي المدن يغير أسامي بعض الشخصيات ثم التنصير إنه بيحاول دي طبع المصري بعد التنصير حقي في مرحلة أهم ودي اللي عدينا بيها بشكل مهمة أو الاقتباس إنه ياخد الروح زي سيدة الجميلة على سبيل المثال ياخد الروح من النص الأجنبي مايفير ليدي مايفير ليدي من النص البرنشور أساسا بيج مليون ثم مايفير ليدي ثم يبتدي يتبقى سيدة الجميلة المصرية اللي هي من لها طبع مصري جدا وصعب إن إحنا نتخيل إن فيه بعضشي وحسب الله وجودة فالاقتباس كان مهمة أوي بعد كده طبعا ظهر عندنا مؤلفين بقى تركوا مسألة أيام الكسار وأيام الرحاني اللي هو مصرحة التمصير بالتحديد كان نوشة الساحة بدأ يبقى في التأليف والاختلاس يبقى في التأليف طبعا وده مهمة أوي أنا عايز أقول لو لا الترجمة ليس فقط على مستوى النصوص نحن سفرنا من الترجمة من خلال الدراسات النقدية اتعرفنا على أهم مناهج النقدية البنيوية وما بعد الحداثة وما من خلال الترجمة اتعرفنا أيضا من خلال إعداد الممثل والكتب التنظيرية من خلال الترجمة اتعرفنا على بعض المدارس المهمة جدا لما العبث وما بعد العبث والجينونسكو وسومال بيكيت والمساح الجيب من السيتينيات في مصر اتعرفنا على مناهج دي اتعرفنا على برخت الملحمية كvans من من دي المدارس دي كلها إلا من خلال الترجمة فالترجمة ليس فقط في النصوص ولكن أيضا في التنظير وأيضا في المناهج كالتمسيل جميل طيب دكتور لما ملحكي عن المسرح كرافد لاقتصاد الدولة كيف ممكن يكون شكل من أشكال الروافد للدولة بشكل عام ودفع عجلة الاقتصاد من خلال هذا العدد الكبير وأيضا على القطاع السياحي السياحة كمان والسواحي اللي بيجوا لها مصر والدول العربية بشكل عام كيف ممكن أنه يساهموا في هذا القطاع هو طبعا المسرح جزء مهم جدا في الجزء الثقافي وممكن فعلا يتم ترشيده تماما إذا كان هناك في عقلية بتستطيع التسويق في يوم الأيام كانت أراض تأتي من بعض الدول العربية بالتحديد إلى مشاهدة تورود عد الإمام أو تأتي إلى حتى محمد نجم في الدقي كان لجوله أراض كاملة بالإضافة أيضا أحيانا بيبقى المقابل العكس يعني أن يخرج الفنان بعرضه بفرقته إلى إحدى الدول العربية فهذا بيعمل نوع من رواج بيجوا هما بقى الباقي يتفرج مرة أخرى في مصر ده ممكن يأثر جدا على السياحة ويبتالي أثر على الدخل لكن محتاج عقلية تسويق يعني قطاع الفنان شعبال السرادية بيقدم نهارده أوبريتات على أنه هو رائع لكن محتاج التسويق ومحتاج أنها يتم لها التسويق السياحي الآن كم المسرح العربي ساهم في توعية الشعوب العربية فكريا وسياسيا واجتماعيا كم ساعد أيضا على إبراز أهم القضايا السياسية والأمني وخاصة بأنه كان هناك كثير من التميز في فترات عصيبة جدا في التاريخ العربي في كثير من الدول العربية اللي أنت ذكرتها وتميز في هالمسرح العربي أنا هقول أن نحظ المسرح أنه كان بدأ 1870 فبالتالي 1884 فطرت الثورة العرابية كان المسرح موجود وشارك عبدالله نديم بعروضه في ثورة 19 خرج نجيب رحاني وخرج كل الفنانين في المزاهرات وعلي كسار واوا وجورج عبيد يوسفواهبي شاركوا في المزاهرات في ثورة 1952 الحقيقة المسرح القومي والمسرح المصري قام بدور مهم جدا في كشف الفساد قبل الثورة وقدموا عروضة عن ضد الإقطاع وضد سيطرة تقس المال وقدم يعني على سبيل المثال توفير حكيم لما عمل أيدي النعيمة بيتكلم على أهمية العمل فبالتالي أقدم مبادئ الثورة الستة أقدموها من خلال المسرح لطف الخول يقدم قضايا عملية مهمة قوي في 1967 أنا في رأيي أن المسرح قام بدور مهم جدا جدا كان القطاع الخاص بيحاول الترفيه عن الجمهور المكتائب من النكسة لكن المسرح الآخر قدم العمر لحظة قدم مدد مدد شد خيلك يا بلد المسرح الدولة قدم عروض تشحز في تلاتة وسبعين كل العروض أصبحت مهمة جدا في القاوم يقدم خط بالليف في القاوم يقدم النار وزيتون ألف الفرج عن الثورة أو عن نظمة التحرير الفلسطينية كان في وطني عكا كان في حدث مكتوبر أول عرض قدم عن تلاتة وسبعين أيضا ثورة الشباب في 2011 كان لها مرضود كبير جدا هنكتب دستور جديد وقدمه نصوص كثيرة جدا أنا ليه كتاب الحقيقة في لبنان مع ثلاث مؤلفين برضو نفس الفكرة بتاعت البرنامج دكتورة واطفاق حمادي رحمها الله من لبنان دكتور كريم عبود من العراق كتبنا كتاب اتنشر في جامعية الباحثات في لبنان بعنوان شباب الربيع العربي والمصر كل واحد قدم تجربة أنا قدمت تجربة مصر دكتور كريم عبود قدم تجربة العراق دكتورة واطفاق قدمت تجربة شباب لبنان في ما بعد ثورات الربيع طب أنا السؤالي هنا الحقيقة وإحنا مستعرض يعني تاريخ حضرتك يعني الحقيقة يعني موسوعة ومنستعرض تاريخ في ظل ما حضرتك اتكلمنا عن لبنان ورحبنة وفيروز وهذا الكم الغنائي اللي أصبح كنز بعد كده من الأغنيات الحقيقة واللي استعرض أنا مش عارفة ليه المسرح الغنائي المصري يعني مر بمراحل بس ما عندوش هذه المساحة الكبيرة اللي كانت موجودة أو ممكن المسارح فيها كم أغنية كده دلع لكن أنا بتكلم على مصرح غنائي بحث على عكس اللبناني آآ آآ تمامي على عكس المساحة رغم إن إحنا يعني قدمنا أوبرا عيدة واللي هي طبعاً فيردي هي مش عربية ولا مصرية هي الموسيقار فيردي الإيطالي لكن ليه لم نستفد من هذه التجربة اللي قدمت خصيصاً لفتتاح قناة السويس وده كان في 1869 تسعة وستين لكن هي قدمت 1870 مظبوط الأوبرا صح كده؟ يعني أخذ في الامتحان عصر عصر الباق الله ينور طبعاً لا 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 ما تقديم عصر حقية ورمه 1870 بسبعين إن قدموا ريجولتو في 1869 بالزبط وفردي ما حضرش حتى العرض حضروا لما راح العرض في إيطاليا ليه ما اتعلمناش من التجربة دي؟ طيب لو اتقدمت عيدة 1870 سليمي نقاش بذكاؤه وهو جاي مصر عمل عيدة تأليفه استفاد عيدة فردي لكن قدمها في نص عربي هذا النص قدم من خلال كل الفرق العربية بعد ذلك حتى السلام حجازي وحتى بعد كده اتقدم 23 مرة ده أنا قيله في الموسوعة 23 مرة عيدة سليمي نقاش قدمت طيب إحنا فرقة منيرا المهدية فرقة غنائية يعني إذا كان سلام حجازي طبعاً فرقة غنائية طبعاً 1905 محتمدة على الغناء سلام حجازي منيرا المهدية 1915 قامت في الأول بأدوار الرجال اللي كان بيقدمها سلام حجازي ثم تكتب لها أوبريتات مخصوص وقدمت كارمن وكارمينة وقدمت نصوص كده جداً منيرا المادية دي كحالة مهمة جداً طبعاً بعدها الحقيقة توج شغل داوت حسني وكامل خلعي وكل الملحنين سيدة رويش سيدة رويش عمل شغل جنائي كبير جداً مع رحاني ومعلي الكسار ومع فرقة كتيرة ومع فرقة منيرا وأنتوني كولباترة اللي مسل فيها عبدالهاب لكن يبقى له أربع أوبريتات مهمة قوي الباروكا والعشرة الطيبة والأوبريتات اللي المهمة وعاشت أغانيها جداً جداً طيب بعد ذلك طبعاً زكريا أحمد سلام الرايا بعد ذلك ملك بأوبرا ملك قدمي 36 أوبريت تقدم بعد ذلك فرقتين فرقة المسح الجنائي اللي كانت تبع المسح الدولة 59 ثم فرقة المسح الاستعراضي 62 اللي عملها التلفزيون مع مسارح التلفزيون انضموا الاثنين بعد بعد سنة 67 هذا القطاع النهاردة موجود الفرقة الغنائية الاستعراضية اللي بتقدم أخيناً طبعاً هي قدمت أوبريتات مهمة جداً وداد الغازية قدمت القاهرة في ألف عام قدمت عصبك الجنة قدمت عدد مهم من الأوبريتات لكن معادة العشرة طيبة ويوم القيامة لكن حالياً أقدر أقول كده خلال ثلاث سنين اللي كانتوا قدموا سرط الحب قدموا ألمز وعبد الحامولي قدموا سيد درويش حالياً يقدموا زواء المداء إذاً كلها مسرحيات غنائية استعراضية عدنا مرة أخرى نهتم بمسح الجنائي ليه بقى من قليل؟ تكلفته عالية نحتاج مهارات عالية وأنا بصراحة بعتبر المسح الجنائي الحقيقي لازم في أوركستر لايف والكسة بتعذف مش بليباك ومطلبين يقدروا يغنوا على المسرح كل يوم أكيد دكتور عمرو دوارة حديث ممتع وشيق وموسوعة كتير كبيرة لازم يكون مرجع لكل طلاب اللي عم يعملوا في الأبحاث اللي بتتعلق في المسرح والمسرحيات العالمية والمفكرين العالميين أنا بدي أشكر حضورك يعني استمتعنا جداً حسيت حالي في رحلة بين الدول العربية وكلها ما شاء الله عليك أنا اللي بشكركم وعايز أطمنكم إن الحمد لله كل جهدي في المسرح وتوسيقه تم الحمد لله في خلال موسوعة المسرح المصري المصورة اللي خدت عليها هذا العام من ضمن أعمالي يعني جائزة تفوق ما شاء الله وإن هذه الموسوعة في سبعتاشر ألف صفحة تمنتاشر جزء صدر منها فعلاً عشر أجزاء وأعتقد إنها مغطية كل المسرح المصري سبعة تلاف وخمسمائة مصرحية بكل البيانات إن شاء الله يعطيك الصحة شكراً جزيلاً لك مرة أخرى دكتور عمر دوارة وهذا الحديث الشيء والمشهر شكراً لحضورك شكراً أيضاً لمشاهدين على الطيب وكرم المتابعة في خترة حلقة هذا المساء من بيت للكل دمتم بخير